في محاولة لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني أعلنت حركة حماس وفتح التوصل إلى اتفاق مبدئي يضع خارطة طريق للمصالحة الفلسطينية على أن يستكمل الجانبان المشاورات الثنائية للتوصل إلى إطار يضع الشكل النهائي للمصالحة الفلسطينية انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام أجواء التفاؤل خيمت على المباحثات وسط توقعات بالتوصل إلى مزيد من الاتفاقات خلال الساعة المقبلة الاجتماعات الأولى للمصالحة أصفرت عن التوصل لاتفاق تعقد بمجابه الانتخابات التشريعية والرئاسية في نفس التوقيت إضافة إلى انتخابات المجلس الوطني على أن يحدد الرئيس الفلسطيني موعد الاستحقاقات الانتخابية بالتشاور مع الفصائل والقوى الفلسطينية إضافة إلى تفعيل اتفاقات القاهرة والدوحة بما يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات حسب الجدول الزمني المتفق عليها ومن المتوقع أن تشكل الحكومة الجديدة خلال خمسة أسابيع من بدء المشاورات منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن بعيدة عن المشهد بعد أن اتفق الطرفان على عقد لجنة تفعيل وتطوير للمنظمة لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقيات في غدون خمسة أسابيع من ناحية أخرى رحبت الخارجية المصرية باتفاق المصالحة وأكدت أنه يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الاتفاق لاقى ترحيبا من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية فيما عبرت الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها بسبب اتفاق المصالحة مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تعيق جهود السلام وأشارت إلى ضرورة التزام أي حكومة فلسطينية في المستقبل بمبادئ اللاعنف والاعتراف بدولة إسرائيل أما رد الفعل الإسرائيلي فجاء رافضا لاتفاق المصالحة ومتهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه اختار حماس بدلا من السلام مع إسرائيل اسلام غنيم قناة دريم